أطلق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط رسمياً الاستراتيجية الإقليمية للتخلص من سرطان عنق الرحم لشرق المتوسط وذلك في مؤتمر صحفي مختلط استضافته قادة المنظمة وانضمت إليه نساء ناديات من سرطان عنق الرحم فضلاً عن عدد من المناصرات اللواتي وحاربن المرض ومتحدثين رفيعي المستوى تستند هذه الاستراتيجية الإقليمية للتخلص من سرطان عنق الرحم لشرق المتوسط إلى الاستراتيجية العالمية لتسريع وثيرة التخلص من سرطان عنق الرحم بوصفه إحدى مشكلات الصحة العامة التي اعتمدتها الدول الأعضاء في المنظمة عام 2020 تمت الموافقة على الاستراتيجية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية هنا في شرق المتوسط لذلك من أن لازم تطبيقها على الفور وتتماشى مع الاستراتيجية العالمية للقضاء على سرطان العنق الرحمي التي تمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية وهاتان لسنتان تتحركان بالتوازي حتى نهاية القرن ودعونا لننسى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومن ضمنها قطاع الصحة ونأمل بأن نكون قد قضينا أنزاك على سرطان العنق الرحمي في العديد من البلاد الهدف الأساسي من استراتيجية هي استراتيجية الإقليمية لمكافحة سرطان العنق الرحم عند المرأة اللي هو نحن اليوم استفدنا أو استغلينا فرصة أنه شهر يناير هو شهر العالمي لمكافحة سرطان العنق الرحم أو سورفيك الكنسر لإطلاق هذه الاستراتيجية الإقليمية اللي هي أورادي تعرضت باللجنة الإقليمية الاجتماع اللي صار عنا بأكتوبر وكل الدول دعمتها ووافقت عليها وهي ده الشيء بسهل بالنسبة لنا بسهل إدخال هذه الاستراتيجية في الدول اللي عندنا الدول الأعضاء لو اكتشفتي واتكلمتي هتساعدي ستات كتير جدا أنه هم كمان يعرفوا مشاركة التجربة هتخلي أختك بنت خالتك بنت عمتك كلهم يفهموا الوضع أكتر ويروحوا يعملوا مسحة عنق الرحم وكمان يسألوا على التطعيم أكيد اشتركوا في القناة